نبي صلى الله عليه وسلم حديث يقول اي الناس خير قال انا ومن معي وحاوك اخير بذن نبي صلى الله عليه وسلم قال ثم من يكسيحك قال ثم الذين على الاثر ثم الذين على الاثر كو راك يكسيحك وحان دلم رأيا كل والضمات تحضر الى الهاتف وعلى الان يعتبر الى اقوش على السابق وكم تحضر وقت انه تستمر لكن هاه انه ي بهذا ايه 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 ا يمكن ان تتصل ايه 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 ولكن هذا هو مقاشن، ولكن هذا هو مقادمة الشيخ الألباني عليه رحمة الله وهذا ما ذكرنا سفة سلاة النبي الشيخ أقوال الآئمة في اتباع السنة وترك أقوالهم المخالفة لها وحبها بيستي أقوال الآئمة أي كيدة هذين سنة إلا الرعو وقصناه إيا إن لقدتها هذا اللذوذ وهذين سنة خلافان وآئمة اللفتودي وكوهما أنتذتك قاركوذ إليهن رنعنا هوضاف إيا قدر دارن كوديوي ومقدم ذا صفة سلاة النبي للإمام الألبان عليه رحمة الله وحا إمام كو يدي مقدم ذا كتاب كيساه ومن المفيد أن نسوق هنا ما وقفنا عليه منها أو بعضها لعلا فيها عضة وذكرى لمن يقلدهم وحاوري وحا هذا من مفيد أو فائد له إنه إنه هل كان كسو أرور إنه بل آئمة أقوال شودة وحي أين كجار نعم باركم مذا وحا سورو ذاين كوان توبان وحقوقاتان ضدكا كد ينا يا آئمة أي مقلدين تاه بل يقلدون من دونهم بدرجات تقليدا أعمى بل وحوري إسكبر داف أي مضا أوه أي مضا سوا بالرقوة وويني وحي كد ينا يا آئمة داب الصعودان ضد إن بدان أي مضا كهو سيو كسوكية وحان يكد ينا يا آئمة كد يشاين دلا ويتمسك بمذاهبهم وأقوالهم كما لو كانت نزلت من السماء وحان يكد دقيا مذاهبتو ذا يأقوال شودة علماء سيدي وحي سمد كسودكتي والله عز وجل يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وحان بلا من نهاي مدى هذا الكودة أبو حنيفة وغوري إياه وحاولو كسوكي مقبل علي رحمة الله كما قلت ري اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون إلهي حقي سوي حي ليدين كسودكي الرعاة ووحولو كسوهري كافطوما وحي إلهي حقي سيدين كيمين وحير انتوان توبي ساني وعقاض نيسان وحن بلا من نهاي مدى هذا الكودة أبو حنيفة وغوري إياه وحوري إذا سح الحديث فهو مذهبي ابن عابدين بحاشي يدك سوريه مجلد كواتصف هذا صدحي اللحدة وحوري أبو حنيفة حديث كان نبقه هدوان صحو كاسا مذهبي أه هذا بحن فيها داتاي حديث كان نبقه الرعاة هذا الكياب حنيفة وكاس وحكلوا أبو حنيفة لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم منين أخذناه ابن القيم بإعلام الموقعين ككتل مامي مجلد كواتصف هذا صدح بغولي السقال وحوري قفنا حلال ماءها إنو هذا الكياب قاتو إلا وأقاذو هل كان نكسو قادمي واربالها داك ما هي مكا أقواش مجرد كايسان كاليسك قلنينيو وحوري شاخو حتى يعلم من أين أخذناه إلا هل كان نكسو قادمي وأقاذو يعنو هذا الكياب قادم وحنيفة روايك لوحوري فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجو عنه غدا روايك لوحوري يعقوب وهو أبو يوسف لا تكتب كل ما تسمعوا مني فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غدا وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غد وحوري يعقوب وهو أبو يوسف واحكا صديق أمك شاهيق قري وايو ما أنت رأيبان أركيا بري نوان كان نقونيا بري رأيبان أركيا ساندامنا وان كان نقونيا وحوري إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول فاتركوا قولي وارمركان إذا هذا الخلافي كتابك يا سنة هذا الكيغة كتك وها قادننا ماليك ابن آنس نوحود عليه رحمة الله إنما أنا بشرون أخته ووصيد فانظروا في رأيي ورانوا بشرون بانهو وانجفاوانا أسيبا إذا هذا الكيغة رأيي جيغة فيري فكل ما وافق الكتاب والسنة فخدوه واروحكا صديق كتاب يا سنة وافق قاة وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه وحكا صديق كبيرا كتابك يا سنة إذن كنا يسك كبيرا ابن عبدالبر أي جانعا كصوصاري مجلد كلبات صفحة صدنية اللبا وحكا لوري إمام مالك ما قول ذي سمشور كا ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويؤترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم وحكا لأحد مجر النبي محمد دبدي إلا هذا الكيس وانا لقاتا وانا لقاتا ووحي حق وافقنا وانا لقاتا وحكا لقاتا نبي محمد مويانا صلى الله عليه وسلم إلا هذا الكيس وانا لقاتا ابن عبدالهادي با إرشاد والسالي كقسو النقليي مجلد كوابات صفحة الله أبغل يتضبين لبعطا إمام شافعنا وحوير ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله وتعذب عنه فمهما قلت من قول أو وصلت من أصل فيه عن رسول الله خلاف ما قلت فالقول ما قال رسول الله وهو قولي إمام الحاكم باك سنقلي وحوير أحد مجره إلا سنة النبي وحكم مدى كتا يوكا قرسومية حضب إمام الشافع وحو دور هذا الكستون كو هاد لي إيا أصل الكستون داتيي ورسول كان لقاها لوحان إلوح كدوان هذا الكوه هذا الكننبي صلى الله عليه وسلم إساقان هذا الكيجئة الله أكبر وهذا الكافئة وكفلا لمن أراد الحق وحكولي إمام الشافع أجمع المسلمون علام أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد ابن القيم با إعلام ككسون نقلين أيها مجلد كالبات صفحة صدح بقول لحدا يكو وحر المسلمين توحكوا كل مين أونيكو كالبير إن قف كالسنة النبي وعضاته أنا حلاله أهيد إن وقف هذا الكيجئة عدوا دون هالنقض وحكولي إمام الشافع إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله ودعوا ما قلتو ورهداد كهشان كتاب كيجة سنة النبي وحكي لافصن سنة رسول كاقات أو كو قول أو كو هدلا أو إيادا كو دغما هذا الكيجة نيسكا قتا حواية دكلا وعاوري فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى قول أحد وحاويري راعة سنة رسول هذا القف كلا حد دايماوانينا وهم العسنين إسكا دافينة قاعدة تاري حقي سبه الدين وهم العسنين أورده الإمام النووي في المجموع مجلد كاكوبات صفحة الليحدة نيسدح إذا سح الحديث فهو مذهبي وحكلو إمام الشافعو ورسيدة إمام النووي مجموع أو كغسو النقلي حديث كالنبي قماركو وأنصحوه إساقى مذهب كيجيأة أيها الشافعي فاتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شافعو نسبة شيغان رسولك الراء وحديثك ساكا بايد وحال دي داي هو قلط تعسبك مذهبك قفكو هادي مجرد النسب أنا شافعي داي إتباعي سوكي رسولك دويه وحبيه لميزه وهي ماذي شاكل الإسلامي متيمي علماذي سعودية يعي مفربدان وحالاقية بحنابلين لو نسبة حدنا داي أمتعصبان ومجرد نسبة. لكن اتباعه هو أثر في راتك. مركز روحه. هذا هو راتك حيئة. وإن نسبته يدوه إلى الشافعي. هذا هو مجرد نسبة. لكن هناك قلطه. إن اتباع هذا المذهب كدين عن الوضاف مايو. ونقل تعصب إياه. وحوين مذهب كشافعيه. أما مذهب كلي. وحو الإمام الشافعي. أنتم أعلموا بالحديث والرجال مني. فإذا كان الحديث الصحيح فأعلموني به أي شيء يكون كوفياً أو بسرياً أو شامياً. حتى أذهب إليه إذا كان صحيحاً. هذا هو إمام أحمد بن رحمة الله. هذا هو أعوالي. وإذن كان يقوم بدا حديثك إي الرقيس الروادة. حديثك صحيحاً. هذا هو حوياً حديث صحيحي وكراً مقاشاً. إنهم يتوقعون بأسفل هذه النقطة. أما كوفياً أو بسريًا أو شامياً. كنت أعلمون بأسفل هذه الأشيحة. وإذن كان يتوقعون بأسفل هذه الأشيحة. إنهم يتوقعون بأسفل هذه الأشيحة. أبن أبي حاتم يتوقعون النقلية في أداب الشافعي. هذه الأشيحة التي توقعون بأسفل هذه الأشيحة التي توقعون بأسفل هذه الأشيحة. إذا كان عقلنا فعلاً، لن يتوقعون هذه الأشيحة التي توقعون بأسفل هذه الأشيحة. فذلك أتوقعون النقلية في الداخلية. وماذا بك حديث كي السنظة وحي السنظة وافق سن إن أتقاد تويين شافعين ماذا؟ إما هاينا تراهدو وحويين قول بان كدقية أندلي اللهين هذل كي أين ماذا؟ وحيو وحيو الإمام الشافعي إذا رأيتموني أقول قولا وقد صحى عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب ورهوية هداي أرقتان إن هذل نبقو وحيو إيدي كدوان وحد أغاتان عقلي قيواتكي مرأة لمركا النبي خلافة عقلي قمتشوغي أغادة وحيو إذا هون إمامكو يعني كن مبالغون سيدا مرنبا آنوؤ قلين إن لقصوا النقليا أمو تقريري وح رسولك خلافة صلى الله عليه وسلم إبن أبي حاتم بأداب الشافعي كصوا النقليا سفحدة سقاشا يسدح وحكولوا لإمام الشافعي كل ما قلت فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافة قولي مما يصح فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى فلا تقلدون إبن أبي حاتم بأي سقنا مسر كيوري كقسوا النقليا وحكولوا لإمام الشافعي وحكولوا لإمام الشافعي وحكولوا لإمام الشافعي كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قولي وإن لم تسمعوه مني ما أبلغ هذا الكلام وحكولوا لإمام الشافعي وحكولوا لإمام الشافعي حتى ها دايداني حتى ها دانان أمي الرسالة كقورين حتى ها دان مذهب كيغة آنو كو ديوان وحكستو النبي كأنصحا إساقا مذهبي قولي كتابة سنتهي ما هاي ماذا إلا اللي دايو اللي حقي رايو حاشا وكلا وعلى الرؤوس ماذا حينو ساريه لكن الحق أحق أن يطبع وحسكوين أو كم مضان راعتان دي حق كسوغن كتاب كيص النظر إمام أحمد بن حنبل نوحويل لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعية ولا الأوزاعية ولا الثورية وخذ من حيث أخذوا إمام مالكا كتايا شافعها كتايا أو زاعية ثورها كتايا وخذ من حيث أخذوا وهذا الوين وضح القلاة روايك لوحا وكولي لا تقلدينك أحدا من هؤلاء ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فخذ به ثم تابعين بعد الرجل فيه مخير وقال مرة الاتباع وأن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أسحابه ثم هو من بعد تابعين مخير ابن القيم أيا إعلامك كسو نقلي مجلد كاللباد السفحة السدح بقولي اللبا وعويلي ورهوي دين تاذقف أي مضا كمضا هودا وفريسا وهاكا قضيان كقاذو النبي محمدي أسحابتي سويحي كسو ناضي قاذو أو كدك دبدا يتابعين توحيين تاذقف أي تابعين تقوف كسو خيار له روايك لوحكو لإتباعه وإن الروح الراعون نبي قياس حابتي سويحي كسو ناضي وحي كذن بايسا مخير واتابعين وحكلوه يريمام أحمد بن حنبل رأي الأوزاع ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي وهو عندي سوا وإنما الحجة في الآثار ابن عبد البر أي جامعة كسو النقلي مجلد كاللباد وحي كذن بايسا مخير ورأي الأوزاعي مالك يا أبي حنيفة اي مضى صورة رأيه ورأي ونسو كيمت حجده وحي كسو ناضي رأت الرسول كسو ناضي صلى الله عليه وسلم يا صحابة ديسا وحكلوه الإمام أحمد بن حنبل من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفاهلك ابن الجوزة يكسو النقلي حديث كالرسول كقفك علية حلاق بو قرقر كأساريهو هلسبو طاقيا